من أنت تتفق من أي اتفاق من الطرفين المتوازين يكون هناك التزام بالاتفاق ولكن نحن في العراق مع كل اتفاقاتنا الموجودة مع تركيا ومع إيران الطرفين لا يعتبرون العراق كطرف أساسي كدولة في التعامل حقيقة وحتى الحكومات العراقية المتعاقبة عندما كانت تتفق مع الدولتين كانت اتفاقات هشة رذيلة وغير ملتزم بها ولكن تفرض على الجانب العراقي أنا أعتقد الإيرانيين بهذه العملية تبتل الكل بأنه أنتم نعرفها جيدا ولكن حتى على مستوى الدبلوماس العالي وحتى مستوى القانون الدولي بأن لا تعتبرون عراق كدولة رديفة إلنا دولة هي حديقة خلفية لنا ونحن نتصرف بها كما نشاء بأعدار واهية وهناك أيضا سبب إضافي لهذه الضربة أعتقد حسب ما ما شفت من الإيرانيين نفسهم داخل إيران كان يعتقدون بأنه المشاكل الداخلية يعدهم كثيرة جدا دعنا نبحث على هدف سهل هدف لا يقدر مقاومتنا لتسلية المواطن الإيراني بأنه نحن نقود حربا شاملا شوف الإسرائيل تدخل من كردستان وحسب معلوماتي وحسب معرفتي بتحركات المنطقة جيدا أنا أعتقد إسرائيلين ومراكزهم داخل إيران مو من كردستان هم يعرفون جيدا بأنه عمليات تنفذت دقتها طريقة تنفيذها وحجم الضربة لا أعتقد هي دخلت لا من كويت ولا من عراق ولا من تركيا ولا من أي مطق وهي صناعة إيرانية بحتة لأنهم لديهم خطوط داخل إيران التعقيد في هذا المشهد ليس من مصلحة إيران وليس من مصلحة عراق أنا أعتقد المجتمع الدولي اليوم إذا عراق أصر على شكواها بطريقة علمية وبطريقة دبلوماسية وكان هناك دعم أمريكي تصل الشكوى إلى مجلس الأمن ولكن ليس على غرار ما فعلته الحكومة السابقة في زمن كاظمي بدت يعملون كأنها حقيقة دولة وفي نهاية المطاف فشوا بطريقة أكثر والشكوى لم ترى النور في النهاية ولم تتقدم إلى مجلس الأمن أتمنى من الخارجي العراقي الآن أن يكون جادين أكثر بها حتى تكون سابقة يعني ما أعتقد راح يكون هناك طرف عراقي ليس القيادة حزب الديمقراطي الكردستاني أو أربيل أو أي طرف عراقي في النهاية راح يكون في مأمن إذا مشت لإيران هذه الضربات ولحتى الدول المنطقة أيضا بالمناسبة إذا الأخوة في الخليج يعتقدون بأنه حجم هذه الضربة تكون أربيلية أو كردستانية أو عراقية فهم واهمون إذا نجحت الضربة ضد أربيل ستتوجه إلى بغداد لأنه إذا يكون هناك موقف فرق من بغداد كويت بح تكون في مدهز رياض تكون منامة وردي هي من المناطق المستهدفة الإمارات خارطة إيران تبحث عن تغيير خارطة المنطقة وتغيير توازن القوى في المنطقة بعد حرب الأوكرانية طلعت أنياب الحقيقية والسمح الحقيقي لدى النظام الإيراني باتجاه المنطقة بصورة عامة